وعلى باركت الله هنا بدا طبعا شباب درسنا اليوم رح نتعلم كيف نعمل حساب باي بال طبعا نعرف أن حساب باي بال هو من حساب الحسابات المهمة بالنسبة لأكد كأي شخص يستخدم الانترنت للشيراء سواء كنت لها شارك أو بلا طبعا اتعرضت لسؤال كثير انه البي بال لانه شبه فيد وشو سبب انه لازم اي شخص مقيم او عنده شراء مخالية انه يكون عنده حساب باي بال على سبيل المثال بدك تشطقي غيره من الانترنت يكون عندك شو؟ طلب منك الشراء من خان الباي بال ليش حساب الباي بال طبعا الباي بال هو عبارة عن عبارة عن ب chills طبعا خيال البينك الكوكتروني هو عبارة عن تلقض ضامن او الوصيط بين الباع والمشتري على سبيل المثال صحر مشكلة بين الباع والمشتري بإمكانك بكل بساطة تراجع الباي بال و البيبال سيتكفل بحل المنزع الشغل الثاني كمان البيبال انه فيه ميزة انه عسابي بمثال بدي اتفاعل شخص معين على الانترنت لانه شخص بالنسبة لي مجهول فاكيد ما بدي بيين حساباتي البنكية لانه سواء كان حساب اسمي بالبنك او الحساب البنكي الخاص فيني طبع بامكاني استخدم حساب البيبال طبعا حساب البيبال هو عبارة عن حساب الكتروني طبعا راح يكون مرتبط بالشكل اوتوماتيكي بحسابي البنكي يعني انه في انترنت من خلال حسابي بايبل طبعا حسابي بياه حسابي بايبل سيحكم بصحب المصاري من حساب يجل البنكي او من فيزة الكارد او فيزة الكارد الخاص فيني بالytyي情 mate بالاضافة الي الميزة اللي حكينا عنها من خلال حسابي بايبل بامكان باشتراح اي عقراض من خلال مشاركت الإشتراح اعلق دفعة راحكومية حوالي 5-6 أيام من عملية الشراء كما بإمكاني عمل تحويلات مالية من حساب البيبال لحساب الشخصاني بكل سرعة كما بنفس الوقت بإمكاني إصحاب المصاري من حساب البيبال وبيمكاني عمله تحويل على حسابي بكل بساطة سوف نبدأ بكيفية إنشاء حساب البيبال أول شيء باعتباري سوف أفوت على متصفح كوجل سوف أكتب بايبال.com باعتباري بألمانيا سوف أضع بايبال.de الموقع الرسمي الخاص في ألمانيا سوف أختار الأخيار الموقع الأول الآن يعيش في صفحة على الشكل التالي سوف يقرر عندي خيارين موجود لأي الذي يوجد عند تسجيل الدخول وأي نقوم بإمكاني عمل أصعار والقايم الموجود الذي يوجد على سعر طبعا إذا كان حساب أھلا أسأل لأي نقوم بإمكانك أي نقوم بإمكاني البيبال لكن أنا باعتباري لا أمصف حساب paint وليس سوف أتفعل على سعر سوف يقرر عن القايم الموجود على سعر ثم يقرر عندي أكتب اضافة البيبال ثم يقرر عندي شخصي طبعا اذا كانت بدك كلمة عمليات الشتراء الخاصة فينك من خلال الانترنت او قشفتها او تجاري اذا كانت بدك استخدامك باعتبارك تاجر على الانترنت او عندك محل محتاجة للتجاري انا بديها شخصي راح يتبس على هون بغيفات وبعدها تبس على كلمة فايتا طبعا شاب انت مشاهدين عندي هنا يطلب مني انو عبي البيانات الاميل الادرس الرقم الهاتف الخاص فيني الفورناما يعني الاسم الاول الرقم الاول نحن نعم اللذات الاخنى من الكنية عموج ابتدأ هنا سوف أدخل كلمة السر قوية طبعا الكلمة المفروض تكون تحوي على عرقام الاشتراف و رموز سوف أدخل كلمة السر الخاص فيني هلا عنطلوب من اعود للمشاهدة السر نفس السر للمشاهدة التي أدخلها من قبل كلمة السر الخاص فيني طبعا نقوم بإيجارة صح بي نجحة كلمة السر ومنين بط disappointing سحبنا الشاشة تحت ونعطي كلمة مثل موجه في عندي هون. هلا هون عم طلوب مني منو Pietçuma évقط Corot قد ماطعة ال�� accident سيادخولهالي على جوال اله tadi واله ZwWE aka personaje . هذا سي kicked. طبعا انوية قد ي expect me to Mater ofб百 well after marriage , verse the device. طيب عم طلب وDO AHA since they touch هون انو ready to return. ارجع بهاي البيانات تطعونا منشكل التالي انو الدولة .سم الشارع هو الرقم البيت وننجد ، المساعد. اوقف المنطقة تاريخ الميلاد. بعدها راح اعطي هون الشارت صح بعدها من سوشتين تكون ار افنين يعني ستاح الحساب اللي بايبال. ها راح بهاي البيانات. هلا اول شي هون الاشتاس اميهوغت اه كايت يعني الجنسية. يعني تختار شو هي الجنسية الخاصة فينك. راح داخل ادور على الجنسية الخاصة فين طبعا. طبعا دخل الجنسية الخاصة فين هون راح دخل اسم الشارع ورقم البيت اللي خاص فين. بعد هون راح مطلوب من انه دخلها عنوان ادرس مساعدة. طبعا هاي الاختيار مش ضرورة انك تعبيه. بس الا اكيد اذا بتحب بيمك على اكتب. هلا هون نزل اضحبت ال بيالسي عن البورس اللي عدت يعني الرقم البريدي الخاص فينك بالمدينة اللي انت عايش فيها او الشارع اللي انت عايش فيه. الرقم البريدي الخاص فينك. هلا راح اتجلوه. هون الورت عم يطلب من انه دخل المدينة اللي اللي انا ساكن فيها. هاد ادخل اسم المدينة الخاصة فيه هون راح هاد ادخل الكيبوتس داتوم يعني دا تاريخ الميلاد. طبعا مع عبيت البيانات الخاصة فين جنسية مع مع الشارع مع الرقم البريدي مع المدينة مع تاريخ الميلاد. هلا راح نزل بنزل الاتحاد. نسحب الصفحة الاتحاد. هلا هون عم يعطيني اختياري انه 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 ازا بتحب انه بعتوا لي عروض واعلانات الخاصة بشارفة البيبال على البريدي الخاص بيني. راح اعطي سحطة اعطي اشارة صح. وبعد هون اني موافق على على السياسات والشروط الخاصة بالبيبال. راح اعطي كمان صح. بعدها راح اعطي سحطة اعطي التأكيد وافتداح حساب بيبال. هلا اكبس عليها دخل. هلا بدون شافين عندي هون طلعتني على اللوحة للشكل التالي. بدون شافين عندي هون عم يعطيني خيارين. انه فاس لوسط. انه فارتش. فاس فولين زي يعني شو بك تعمل التالي. اقتضر عم يخبرني هون خيار اول خيارتان اذا بدي عسبي مثال. ارس الاموال. هلا راح اكبد كل اسي لوسطيج. يعني اوضعون لفيها. طبرا هلا+. شو هروع مطلب مني ان ادخل الحساب البنك الخاص في صلح طبعا. طبعا. هلأ عميطلب مني ان ان ادخل الحساب البنك الخاص في بني البنكBonille aид salon. يعني راع你 التسالي عن الرقم البديل الخاص ببنك اللي انا فياتح فيه حساب. اعطي حقل البنك لا ياتسالي لون طبعا. هلأ بعد ما ادخلتي صار خاص فيه عم يطلب مني هون ان ادخل كونتون ومه يعني رقم الحساب او بيندي او عندي خيار بديل انه بكبس على كلمة ايبان يعني دخل ايبان من دون مشايف عندي هون عم يطلب مني انو دخلي الايبان الخاص فيني رح ادخلي طبعا هنلا هنلا بعد ما دخلت الرقم الحساب الخاص فيني طبعا رح اعطاني بشكل اوتوماتيكي انه الاحساب يلاقي بانك تابع سوف تقوم بإضافة الحساب البنكي طبعاً أعطي البيانات المالية سواءً إستمعي بالبنك والحساب البنكي والتاريخ الميلاد والمدينة هذه جميع البيانات التي دخلتها بحسارها البيبال سوف نزل بنزل وتحت سوف أعطي أنه سيتم تكون فيتا المتابعة الآن سوف نخبر أنه كرمال تأكيد حسابي على البيبال سوف يبعطوني على حساب البيبال بعد حوالي أربع تيام طبعاً كود حوالي بقيمة واحد سنت طبعاً الواحد سنتي تحتوي على كود المفروض أنه أقضي الكود ودخله مما حل كلمة تأكيد حسابي باقي ثم نطلبنا ندخل تسجيل الدخول بحساب البيبال ودخل الكود الهجاني بحسابي سوف نعمل متابعة سوف أعطي متابعة الآن سوف نعرض للمشور الأسواق ومشور المركات التي يمكن أن تسوق فيها يعني مثيلة طبعاً سوف نحن بكلمة فيتا بس وكونتو يعني المتابعة للحساب ألمت أنه شايف أنه شاب هنا صار عندي الصفحة الرئيسية الخاصة فيني بحساب البيبال أعطينا هنا اسم الشخص الذي يعمل الحساب ونشاطات هنا إرسال أموال هنا طبعاً يعطيني أنه إذا ننزل إلى تحت يعني أعطينا هنا حساب البنك المربوط بحسابي على البيبال أيضاً أعطينا خيار إذا أريد أن أعطينا هذه مثلاً بنتطيف كريدت كارد أو فيزا كارد أو ماستر كارد هنا طبعاً يعطيني أنه رصيتي بحسابي على البيبال طبعاً هنا خيارات الموجودة عندي هنا إرسال الأموال استلام الأموال أو طلب الأموال طبعاً هنا إيميل بوزة إنه المحفظة طبعاً إن كان كمان أضغط عليها طبعاً هالخيار يتعلق بأنه الحسابات البنكية اللي يضفتها الوقت التي ربطتها أو بدي اللي بدي أربطها بحسابي لبيبال أهلاً لم تترجه أن يوجدها حديثة أنا منقبل ضفت حسابي على البيبال حسابي ربطت حسابي بحسابي على البيبال لكننا ما أكدته من المترجه أن يوجد أن يكون هنا هنا يضعني خيارين بإمكاني أن نضيف أعطينا خيار هنا إنه إذا أريد يحمل إيطاء حسابي للبيبال أو إذا أريد أسحاب أنا ممكن أن نفقط على حساب على الإعدالات الموجودة مع بعض الاعلي عشان ناكد الرقم والايميل و باقي التفاصيل الخاصة بحسابي على البيبال. طبعا هون يعطينا الادراس الخاصة فيني طبعا هون الايميل عم يطلبوني انه بيشتد اكون يعني لازم اكله يعني كيف يعني لازم نفوت على حسابي على البارد الكتريني الخاص فيني وراح يكون جاني لسالة من حسابي على البيبال ونطلب ان نضغط على الرابط اللي موجود بالبارد عشان تأكيد هلا. راح نتبس الها كمم مع كمم بشتيدكم طبعا. هلأ الشعب عشان بتأكيد متل ما خبرت انه المفهود من فوض على بريد الاليكترين الخاص فينا. اللي رابطنا بحصابنا اللي حطينا على هصابنا على البيبال عشان بتأكيد. هلأ لو صلني بريد من من حساب البيبال راح اكبس عليه. الاحكوم فيه رابط متل ما هنخبرون انه انه بلك على الرابط الموجود عندي هون عشان التأكيد هلأ راح اكبس عليه. متى مشافية عندي هون عم يعطيني انه عم يطلوب ان يدخل عم يخبرون ان البيبال الخاص فينك ويطلوب ان يدخل كلمة السري اللي حطيها بالبيبال بعد طبع ressisuكل وبن على حساب البيبال الخاص فيني الآن نقطة الأساسية سوف تتحدث عن نقطة الأخيرة وصلنا للخطوة الأخيرة والأهم خطوة من خطوات إنشاء حساب البيبال الخطوة تتمثل بربط حساب البيبال بحساب البنك طبعا هلأ عندي حساب البيبال بعد ما عملت إنشاء حساب البيبال هل مفروض مني أن يجب إضاف حساب البنك كيف؟ سوف نضغط على ثلاث شخصات الموجودة بالأسفل على اليسار ثم سوف نضغط على كلمة ثم سوف نضغط على كلمة ثم سوف نضغط على الميلاد ثم سوف نضغط على كلمة ثم سوف نضغط على كلمة ثم سوف نضغط على كلمة وكلمة لدينا حساباً الآخر يواعق على خيار الموجودة بالأعلى ثم سوف نضغط على كلمة لدينا خيارين باليسار خيار إضافة حسابي أو حساباً طبعا انا سبب انثال بدتي في حسابي البنكي راح اكبس على كلمة على اشارة الزائد المولودة فوق بنك كونتو دخط عليها بعد راح يحوني على الشكل التالي بنزل بنزول و راح يطلب مني هون دخل القيبورستاتو من الخاص فيني وبعد اقول ايبان الخاص بالحساب البنكي الخاص فيني بعد راح اكبس على بنك كونتو هونتسوفوكن راح يظهر عندي حساب البنكي اللى ضفته على الشكل التالي بشكل اكبسة عندي هون راح يظهر عندي على صفحه الرئيسية بحساب البيبال ، الحساب البنكي اللى ضفته بالاضافة الى هكي مربع احمى على الشكل التالي هي كلمة بشتيبة بعد حسابي البنك على حساب البيبال ستأخذ حوالي من البيبال بقيمة 1 سنة حوالي تحوي على 1 سنة بالإضافة إلى كود مؤلف من 4 مراتب هذا الكود المفروض علي أن أخذه عشان تأكيد حسابي البيبال سأنتر حوالي من يومين إلى 3 أيام حوالي ستأخذ حوالي من حساب البيبال على حساب البنك المصري في الخاص فيه بعد ذلك سأرى الكود الذي يأتي سأرى منك بسها قلمة بشتريكون مطمونا شايفة عندي هنا ضغطة هنا مطمونا شايفة عندي هنا يعطينا على الشكل التالي سنزل بنزول سيطلب مني بأنه ما هو بنك كونتو بشتريكون يعني دائما حساب البنكي سأضغط عليها ضغطة هنا مطمونا شايفة عندي هنا يخبروني أنه سأرى حوالي من البيبال تحوي على كود مؤلف من 4 أرقام طبعا مفروض أنه ندخل هذا الأرقام سأذهب إلى حساب البنكي الخاص فينا بعد 3 أيام سأقوم الكشف لحساب البنكي سأرى أنه جايتني حوالي من شركة البيبال بقيمة 1 يورب بالإضافة إلى حوالي تحوي على كود مؤلف من 4 مراتب سأذهب إلى كشف حساب البنكي الآن بعد كشف حساب البنكي سأرى أنه جايتني حوالي من البيبال حوالي من قيمة 1 يورو بالإضافة إلى حوالي من قيمة 1 يورو بالإضافة إلى قيمة 1 يورو سأرى أنه يوجد كود مؤلف من 4 مراتب لحساب البنكي خاص بحساب البنكي البيبال هذا هو 1693 سأأخذ هذا الرقم آخر من 4 مراتب 1663 سأأخذ بشكل الأشب هل أفضل عن حوالي من بيبال بالإضافة إلى الكود الخاص مني سأرى أنكم على كشف حساب البنكي سوف أدخل الكود الذي وصلني على حسابي سوف أدخل الكود مؤلف من 4 مرات سوف أدخل الكود الذي وصلني من شركة البيبال سوف أقوم بسعة قلمة فيتا سوف نصدر الكود وصلني منذ النحوات سوف أخبرني اسم البنك الخاص بي يعني ان كان بمؤلفت دائما سوف أدخل الكود لذا تحدث يقوم بحسابي البيبال وحسابي البيبال سوف أقوم بإصلاح الصفحة الشخصية الموجودة رح نشوف ان حساب البنكي كان فيه كلمة بشتريقون اما حاليا شو صارت انه هالكلمة اختفت طبعا هلا حاليا بعد ما عملنا الرابط بين حساب البنكي حساب البنكي هيك سعر حساب البنكي الجاهز وهلا بإمكاني أهمل دفعات و بإمكاني اشتريئية شي من الانترنت بصد اختام حساب البنكي طبعا درسنا لها الان شاء الله تعالى بيكون انتهى و ان شاء الله نشوفكم لدرس قادم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته